اهلا بكم متابعين برنامج cfa بالعربي معاكم عمر بدر الدين هكون معاكم النهاردة في الريدنج الاولانية في quantitative finance لcfa لليفل 1 احب الاول اعرفكم بنفسي انا بشتغل في مجال الاملسمن بانكينج في شكل بلتون فينانشل وحب الابدأ النهاردة كلامي ان انا نتكلم الاول ايه هو اللي احنا محتاجينه او cfa institute منتظرة من candidate لليفل 1 ان هو يبقى عارفه لما يذاكر quantitative analysis الكراكرم المحطوط ال cfa كانت واضحة جدا في الامتحانات اللي فاتت وفي الماتيريل بتاعتها ان المنتظر من candidate اللي هو داخل لفل 1 ان هو يبقى عارف concepts وفهمها كويس جدا جايز equations والحل ما هيش هي الاساس طبعا في equations كتير جدا هنبقى مع مفروض ان احنا عارفينها وحافظينها بس الاساس اللي هو concept ان احنا نبقى عارفين ايه هو التحرك لان الاسئلة كتير جدا بتيجي في الامتحان مش في شكل مسألة بتيجي في شكل هل بتيجي في شكل اختبار للconcept نفسه مش حل مسائل بس فاحنا لازم نركز جدا في الكونت نبدأ بقى في الريدنج بتاعت النهاردة احنا هنتكلم اول حاجة النهاردة على time value of money ال time value of money ده اساس finance او financial theory او capital theory اللي هي النظرية الرأس مالية في الاختصاد مبدئيا انا دلوقتي لما يجي اقول انا دلوقتي معايا فلوس انا ممكن انزل اصرفها او اعمل لها consumption دلوقتي او ممكن اتخلى عن فكرة consumption مقابل ان انا اعمل consumption بحجم اكبر في المستقبل فبالتالي هنا انا بقول ان الوقت معايا لازم يكون لي value معايا احنا بنتكلم في الريدنج الاولانية دي عن الconcept بتاعة time value of money وهيبقى فيه تعريفات موجودة معانا كتير لازم نبقى عارفينها ونازم نبقى حافظينها بشكل كويس جدا ان هي دي هتبقى الاساس بتاع دراسة finance عموما ودي هتساعدنا في concept كتير جدا هتساعدنا في valuation وهتساعدنا في يعني فهم اي مادة لها علاقة بال finance وشغل الفينانشل اناليست وشغل الinvestment اناليست هتساعدنا جامد جدا ان احنا نبقى عارفين التعريفات دي اول حاجة عندنا زي ما قلنا في المقدمة ال time value of money دي اللي هي ايمت الفلوس ان انا ما استخدمهاش دلوقتي في الوقت الحاضر وان انا اجل استهلاك الفلوس دي او استخدامها في consumption لوقت في المستقبل طيب انا دلوقتي اول حاجة لازم ابقى عارفها ان في حاجة اسمها compound interest دي اول تعريف بتبدأ الانستيتيوت تحطه قصادنا دلوقتي compound interest دي ان النمو في الفلوس اللي بيحصل من فترة لفترة تانية في المستقبل بيبقاش بس على المبلغ الاصلي او لو انا دلوقتي واخد من البنك عشرة جنيه وكل شهر فيه interest compounded هيجي في الشهر التاني بدفع interest على العشرة جنيه زائد ال interest على ال interest على الشهر الاولاني لو انا مكنتش لسه دفعتها فبالتالي في الحالة دي هي اسمها compound interest علشان افهم كمان time value of money فيه طول احنا دايما بنستخدمها الطول دي اسمها time line التايم لاين ده عندنا دلوقتي احنا عندنا حاجة هنا اسمها present value present value ده القيمة الحالية بتاعت الفلوس وعندنا في المستقبل عندنا حاجة اسمها future value ال future value ده امد الفلوس في المستقبل انا لازم انا منتظر مني ان انا استخدم او اعرف ارسم time line بحيث ان انا من لو انا عندي ال present value اعرف احسب منه ال future value ولو عندي ال future value اعرف احسب منه ال present value ال future value ده ممكن يبقى قيمة معينة في وقت معين قدام او ممكن يبقى عدة قيم في كذا وقت وعايز اعرف قيمة ال present value دي كام دلوقتي وفي نفس الوقت احسب الممكن تكون ال present value دلوقتي اعرفها ابقى عارف قدام ال cash stream او الفلوس اللي هتجيلي بشكل منتظم لمدة معينة دي كام ال concept دي كلها احنا هنعرفها ونشوفها مع بعض وحدة وحدة وكلها هنستخدم فيها التول اللي هتعرفنا عليها دلوقتي اللي هي time line دلوقتي فيه equation احنا لازم نبقى حافظونها دي اكتر من اسمينا الéquation دي اللي هي present value بتساوي future value divided by 1 plus i power n ال i دي اللي هي interest او discount discount rate اللي انا بستخدمه علشان قيمة future value تمام تبقى تساوي present value معنى كده ايه معنى كده ان طالما ان ال interest دي رقم اكبر من صفر او ان opportunity cost بتاعتنا اكبر من صفر يبقى لازم present value بتاعتنا تكون اصغر من future value يبقى احنا هنا علفنا ال concept ده لازم نبقى حافظينه كويس جدا ان present value لازم يبقى اصغر من future value طالما ان ال interest اكبر من الصفر تمام هننتقل ل السلايد اللي بعدها ان احنا نبقى عارفين يعني ايه interest rate ال interest rate دي ممكن تعرف لي ان هي required rate of return يعني required rate of return دي ال rate اللي انا محتاجه علشان زي ما قلنا ان انا افرجو ال consumption بتاع دلوقتي لوقت من الوقات في المستقبل فعلشان انا اقدر ارضى بان انا ما اعملش consumption دلوقتي واجله لقدام فانا محتاج required rate of return في نفس الوقت ممكن تبقى ال interest rate دي ممكن نسميها برضو discount rate طب ليه discount rate زي ما قلنا ان discount rate ده هو المعامل اللي بنستخدمه علشان نخلي future value اللي هو رقم احنا مطابعين انه هو يبقى اكبر في المستقبل يساوي present value وعندنا تالت تعريف لها opportunity cost opportunity cost دي دي ايمة الفرصة الضائعة لنا لو انا دلوقتي معايا الفلوس انا دلوقتي هي احنا احنا زي ما قلنا ال example ان انا معايا فلوس دلوقتي عايز اعمل لها consumption فانا مش اعمل لها consumption فبالتالي consumption اللي انا كنت هعمله وما عملتوش هو ده opportunity cost بالنسبة لي فدي تعريفات لازم نحن عارفينها حسب توجهات society ولازم نبقى عارفين يعني ان interest rate نحسابها ازاي طب ال interest rate دي اكيد لها components احنا لازم نبقى عارفينها بشكل كويس جدا ال interest rate قلنا احنا ممكن نسميها required interest rate او required rate of return او discount rate او opportunity cost اول حاجة اول component عندنا في discount rate هو بيبقى nominal risk free rate يعني ايه nominal risk free rate ده بيبقى risk free rate real من غير اي inflation plus expected inflation طيب نمسك component او component منهم اللي هو real risk free rate ده بيبقى ال rate بتاع الفترة اللي انا بحاول اتوقعها والفترة دي بتبقى مقابلة بحاول اشوف risk free security او treasury bill مثلا في البلد اللي انا اعايش فيها تكون في نفس الفترة اللي انا بحاول اعمل لها الدراسة assuming ان inflation zero طبعا احنا في المشاهدات اللي هو في الحقيقة لما احنا بنيجي نشوف treasury bills اللي بتاعها كام ده بيبقى جواها component تاني اللي هو expected inflation ان الناس لما بتيجي بتسلف government بتسلف بتحسب risk free rate plus expected inflation يبقى expected inflation ده هو ده اللص بتاع purchasing power over term بتاع اللون بتاعي او over term بتاع analysis بتاع ان انا inflation زيادة الاسعار ممكن انت خليني معرفش اللي انا اشتري اللي انا كنت هشتري النهار ده فبالتالي انا غير ان انا لازم اتعوض بال risk free real لازم اتعوض عن الخسارة اللي هتحصل لي ان انا component اللي هو default risk premium ال default risk premium ده انا دلوقتي لو انا هسلف اي حد تاني غير ال government بتاعتي اللي هي بتضمن الفلوس هيبقى عندي نوع من انواع الرسك تاني اللي هو ان الممكن الراجل اللي انا مسلفه الفلوس او الشركة اللي انا مسلفها الفلوس ما تقدرش ترجع لي الفلوس دي تاني او يحصل default فبالتالي انا مقابل ان انا اخدت risk بتاع default لازم اتعوض عنه ب premium معين علشان ارضى ان انا اسلف الراجل ده ولازم الريت ده يبقى اعلى من صفر في عندنا بعد كده liquidity risk premium liquidity risk premium ده انا دلوقتي لو عندي security واضطريت مثلا انا انا شريها على اساس ان الماتيوريتي بتاعتها كمان سنة بس اللي حصل ان انا عايز ابيحها في كلال شهر اللي هيحصل ان انا ممكن اروح احاول ابيحها حد مقدر شابحها ولازم اعمل ساعتها بقى discount في price جميل جدا علشان اعرف بيحها فبالتالي انا ممكن اخصر في purchasing power بسبب liquidity لو اعرف ابيع او اسيل security دي في اي وقت فبالتالي انا كinvestor لازم اتعوض عن هذا النوع من الرزق عندنا اخر حاجة الماتيوريتي ريسك بريميوم الماتيوريتي ريسك بريميوم دي ممكن تحصل في security اللي الماتيوريتي بتاعتها ممكن تتغير فبالتالي دي هتأثر على liquidity وهتأثر على expected cash flows بتاعتي وبرضو ده نوع من الرزق اللي انا لازم احط في حسابي علشان لازم اتعوض عليه ان انا اخد عندنا بعد كده دلوقتي عندنا ازاي نحسب الافكتف انيول ريت يعني الافكتف انيول ريت الافكتف انيول ريت ده اللي هو انا دلوقتي لو انا عندي الريت بتاعي البنك لما بروح البنك مثلا بيقول لي الفايدة دي حسابها 12% ال 12% دي بتبقى فايدة سنوية لكن انا ممكن في وقت لما انا باجي بشغل في استثمار او بشتغل في اي سيكيورتي تبقى الانترست ريت عندي بشكل شهري فبالتالي هنا انا لازم اعرف احول ازاي الريت من شكل شهري لشكل سنوي والعكس صحيح فدي طبعا بتفرق معايا احنا زي ما قلنا في الاول ان في حاجة اسمها الكمباوند انترست الكمباوند انترست دي فيه بيبقى في حاجة اسمها مثال بسيط جدا احنا في البنوك مثلا او في بعض السيكيورتي في الفيرست انكم بتدفع الانترست بشكل شهري وفي سيكيورتي تانية بتدفع الانترست بيبقى بشكل اسبوعي وفيه بشكل يومي الانترست هنا بيعني بشكل يومي انها بتضاف على البرينسيبل وبيتحسب عليها انترست تاني فانا عشان احولها من بشكل يومي لشكل سنوي او من اسبوعي لسنوي او من شهري لسنوي لازم اتبع اكويشن معينة الطريقة اسمها effective annual rate يعني دي انا لما اجي اشوف ايه هو المقابل مثلا بتاع ان الانترست بتاعتي ماب اكس مثلا في خلال شهر يبقى في خلال السنة هيبقى الانترست دي تساوي كامل هنستخدم الاكويشن اللي هي بتساوي ان ال effective annual rate بيساوي 1 plus periodic rate power m minus 1 نمسك ها واحدة واحدة الperiodic rate دي الانترست rate اللي انا ممكن ابقى حطتها تمام في مدة مثلا شهر فلو انا عايز اعرف السنة بالنسبالي هتبقى هنا 1 plus الانترست بتاعة الشهر power m دي بيبقى عدد الشهور في خلال السنة لو انا شغال اسبوع الام دي هتساوي عدد الاسابيع خلال السنة لو انا شغال بشكل يومي الام دي هتبقى عدد الايام في خلال السنة طيب الperiodic rate الperiodic rate انا دلوقتي ممكن يقول ان الrate بتاع البنك 12% الـ 12% دي هتوزع interest بشكل شهري يعني الام بتساوي 12 يبقى انا علشان اعرف الperiodic rate لازم امسك الـ 12% اعملها الـ 12% يبقى انا المنث بتاعي بـ 1% يبقى 1% plus 1% power 12 minus 1 الـ 12% الـ 12% الـ 13% وعندي انا في سيكوريتي هتديني في خلال السنة هتديني بشكل ربع سنوي او كل ثري مونت فهيبقى بالتالي عندي الانترست بتاعتي هتتفع كل ربع سنة فبالتالي عندي ادي في اول ربع عندي انترست فبالتالي انا دلوقتي عايز اعرف ايه هو الريت اللي هو انا لو انا اخدته من وعلى طول استثمرت بيه الريت ده واخدت مرة واحدة وانشوت الكاش بتاعي هو ده اي اي ار او الافكتف انيول ريت اللي انا مفروض استخدمه علشان يطلع لي نفس النتيجة لو انا كنت هستخدم نفس الفلوس دي في الحالة الاولانية طيب احنا دلوقتي برضو لازم نبقى عارفين ان كل ما الكمباوندينج فريقونسي بتزيد الافكتف انيول ريت برضو بيزيد وده بيبقى الكمباريزن بيبقى الكمباريزن مع الستيتد ريت الستيتد ريت ده اللي هو الريت اللي بيتقال من البنك او اللي بيتقال في اي سيكيورتي وده بيبقى الريت السنوي تمام ولازم انا احاوله الكمباوندد علشان اعرف بالزبط اللي العائد فعلا اللي هيجيلي كان فانا هنا عندي من الكمباريزن ان كل ما الكمباريزن بتزيد ايه اللي هيحصل ال اي اي ار هتزيد طيب نشوف اجزامبل لو انا عندي البنك بيقول لي ان في الستيتد ريت ان فيه مثلا certificate of deposit الستيتد ريت بتاعتها 8% وعندي عايز احسب ال effective annual rate لو انا عندي الكمباوندنج بشكل annual او بشكل semi-annual او بشكل quarterly او بشكل monthly او حتى daily لو انا عندي دلوقتي annual فبالتالي انا annual هو هو اللي انا هو هو ال effective rate انه ما فيش compounding حصل في النص طيب لو بشكل semi-annual الperiodic interest rate زي ما قلنا بتبقى ال interest rate اللي هي ال 8% divided by عدد compounding في النص فلو هي semi-annual هتبقى 8% divided by 2 هتساوي 4 1 plus 4 power 2 minus 1 هتطلع 8.16 تبدأ معنى ايه؟ ان انا لو انا استثمرت في السيكوريتي دي ب 8% وال compounding frequency مرتين في خلال السنة هي هي لو انا كنت استثمرت نفس الفلوس على 8.16% بشكل annually ال concept ده يا جماعة لازم تبقى كلنا عارفينه ان هو ده اساس الفاينانس نفس الكلام لو هي كانت quarterly 8 divided by 4 equals 2% 1 plus 2% to the power of 4 minus 1 equals 8.24% هناخد بالنا ان احنا كل ما ال compounding frequency بتزيد وبتزيد من هنا واحد اثنين اربعة اثناشر تلتمية خمسة وستين كل ما ال frequency دي بيزيد كل ما ال effective annual rate بيزيد معايا لنفس ال 8% يبقى احنا هنا لازم نبقى عارفين ان احنا لما يبقى يبقى زي بعض ال effective annual rate هتبقى اعلى لل compounding frequency الاكبر وده concept لازم نبقى حفظينه وعارفينه كويس جدا طيب انا دلوقتي لو انا عندي compounding periods حاجة تانية غير annual لو انا دلوقتي عايز احسب effective annual rate بس ال rate اللي بديدي مثلا لمدة سنتين تمام فانا هاضرة بساعتها m times n عندنا concept ثاني هنا ال end هي number of years عندنا concept ثاني لازم نبقى عارفينه هو continuous compounding ال continuous compounding دي معناها ان احنا عندنا اصغر حاجة عناها دلوقتي ال compounding بشكل يومي في نوع من ال compounding ثاني اللي هو ال compounding continuous او المستمر ال compounding المستمر ده لو احنا اعادنا نزود عدد compounding frequency بحد شكل معين فبالتالي هيبقى اسمه يعني بيجي عند مرحلة معينة ال equation بتاعت effective annual rate ما بتزيتش بشكل كافي فبالتالي هن هن بنعوضها هنا بال concept اللي هو E ساعتها هنا بتبقى ال equation بتتغير بتبقى E to the power of R times T minus 1 تي دي هنا اللي هي ال time period بتاعي طيب هنا دلوقتي لو احنا عايزين مثال لو احنا عندنا دلوقتي نفس المثال اللي فات لو كانت اللي stated rate 8% ازاي نحسب effective annual rate لو هي كانت compounded بشكل continuous هنحسب على الكالكليتر بتاعتنا ان effective annual rate بتساوي E to the power of 8 minus 1 equals 8.3287 طيب هنا دلوقتي انا استخدمت E to the power of 8 التي عندنا هنا كانت مش موجودة علشان احنا هنا شغالين for one year ان stated rate 8% for one year فبالنسبالي T بيكانت تساوي 1 طيب دلوقتي انا عايز اعرف E future value well present value of money وعايزين نعرف كمان concept اسمه ordinary annuity وحاجه اسمه annuity due والperpetuity والseries وازاي نحسب time value examples فولا هنا دي احنا لازم هنستخدم فيها انا عايزين نفتكر هنا ان دي حاجة احنا لازم نبقى نستخدم فيها التول اللي احنا قلنا عليها اللي هي time value فاول حاجة عندنا لازم نبقى 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 آنوتي أنوتي دي معناها stream of equal cash flows بتأكروه او بتتدفع في ايكول انتربلز يعني لو انا عندي برودكت بتدفع عشرة جنيه مثلا بشكل يومي لمدة سنة يبقى بالتالي دي اسمها الانوية الانوية ممكن تبقى بشكل يومي ممكن تبقى بشكل اسبوعي ممكن بتبقى بشكل سنوي ممكن حتى بتبقى بشكل كومباوندين بس في الاخر طول ما الفريكونسي سابتة وطول ما الكاش فلوز اللي جاية او اللي مدفوعة سابتة تبقى بالتالي اسمها اناوتي احنا عندنا نوعين من الانويتز عندنا نوع اسمه وعندنا نوع تاني اسمه اناوتي ديو ايه فرق ما بين الاثنين لو الاسط الاولاني من الانويتز بي اكروا كمان شهر من البرازنت فاليو يبقى هو اسمها الاردنوري اناوتي لو كان الاسط الاولاني بي اكروا يوم متدينا الاناليسز تاعتنا يبقى اسمها اناوتي ديو طب احنا لو جينا رسمناها دلوقتي على ال the the timeline بتاعنا احنا في دلوقتي عندنا هنا present value ديو النقطة zero time equal zero دلوقتي اللي هو الده ال current time وعندنا التايم لاين بتاعنا ودي هنا اي نقطة في المستقبل مثلا كمان خمس سنين او كمان خمس شهور مثلا. لو اول بتستحق في البيريد نمبر ون يبقى دي عندنا هنا ساعتها اسمها الوردينري انوتي. لكن لو بيستحق في الاولانية يبقى دي الانوتي ديو. وده لازم ما بحنا عارفينه كويس جدا. انه ده هيفرق معانا في الكالكليترز وممكن هيفرق معانا انه ممكن بيجي يسألنا سؤال ايه ما احنا عايزين نحسب بتاعة الانوتي معينة ويديك ارقامها. ويقول لك في السؤال اعتبر ان الكاشفلو دي جايه لك في او 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 يجي يقول لك ان دي او ما يقول لكش حاجة خالص ولو ما قالش اي حاجة خالص يبقى ساعتها احنا هنأسيوم ان هي الاندو دا بريد ان هو ده الحالة الطبيعية. طيب ان ازاي احول الانوتي ديو لانوتي للأوردينري او العكس. الانوتي لو ضربناها في 1 بلس R تساوي الانوتي ديو. نفس الوقت الفيوتر فاليو بيساوي الانوتي تايمز 1 بلاس R تب ده معناه ايه زي ما احنا قلنا في التايم لاين دايما الانوتي ديو سبقى الانوتي بشهر ان الفلوس بتدفع بدري شهر او بدري وان بريد فعشان كده انا دايما بضرب الانوتي بضربها في 1 بلاس R علشان تساوي الانوتي ديو علشان تحصلها وفي الاخر يبقى نفس ماشين في نفس التايم لاين لما نيجي نشوف اكزامبل دلوقتي لو انا عندي 5 year annuity فيها series of payments الpayment الواحدة سابتة ب300 دولارز وتدفع تدفع at the beginning of each of the next 5 years معناه كده انا بقولي beginning beginning يعني ايه يعني دي annuity ديو لو discount rate 8% انا عايز احسب present value يبقى solution بتاعي ده calculation ان انا ممكن احسبه انا هحسبها ممكن ان انا احسبها في الكالكوليتر بتاعي الكالكوليتر بتاعي بشكل اه اوتوماتيك بيحسبها على الاند مود يعني الاند مود يعني بيحسبها على على نهاية المود ده او بيحسبها annuity ordinary يبقى الرقم ده هو ده اللي هيطلع لي في الكالكوليتر لو انا حطيت ان الكاشفلو بتاعي بيساوي 300 وحطيت ان ال rate بتاعي بيساوي 8% هقوله يحسب لي compute present value هيطلع لي الرقم ده طب لو انا عايز احول بقى الرقم ده عايز احوله لوردينريانوتي هعمل ايه هروحعمل ديبايدد باي 1 بلاس او 1 بلاس 8% هي هي لو انا كنت طلعتها من الكالكوليتر وعملت المود بتاعي في الكالكوليتر عملتوا اعملته اد اد ايه بجننج. يبقى انا بالتالي بالنسبة لي ان ال present value بتاعت الانوتي ديو بتساوي ال present value بتاعت ال ordinary annuity 1 plus R يعني هو لو انا كنت استخدمت ال end times 1.08 بتساوي هو هو نفس الرقم لو انا كنت استخدمت الكالكليتر وطلعتها بشكل automatic وعملت فعندي في الكالكليتر ان انا شغال في ال beginning mode. طيب ديبقتي هنتكلم على حاجة اسمها loan amortization. ال loan amortization دي process of paying off a loan with a series of periodic loan payments. لما يكون عندي where the portion بتاع outstanding loan amount is paid off or amortized with each payment. يعني ايه الكلام ده? ديبقتي لو انا عندي loan مثلا بمئة الف جنيه. كل payment انا بتفحر بشكل دولي بيبقى فيه جزء منها interest وفيه جزء منها principle يعني ايه جزء principle يعني جزء بيروح يدفع الدين اللي عليا. فانا الدين اللي عليا بشكل مع كل payment بينزل وحدة وحدة طيب يعني ايه perpetuity? ال perpetuity انا عايز افكركم جماعة يعني واحنا مكملين ان انا دلوقتي في ال reading دي انا اللي يهمني ال concept هو cfn institute بترمي كتير انا لازم اعرفها كويس جدا. تمام? بس ال level of detail ما هوش عالي اوي. فبالتالي احنا لازم يعني نصيحة واحنا بنشتغل ان احنا لازم نجري جدا واحنا بنذاكر الحتة دي قبل الامتحان. ان هو بتبقى مش بتاع النولوج لكن هو ال breath بتاع النولوج وهدي ايه انا عارف concepts اكتر وال concepts اللي هو عايزني اعرفه. نكمل دلوقتي ال perpetuity ال perpetuity دي اللي هي ال fixed payment at certain interval بس هنا دي هنا يعني الحتة دي عندي زيها لحد دلوقتي زي الانوتي طب ايه الفرق ما بينها وما بين الانوتي ان ال period بتاعتي ما هياش محددة. يعني لو ال period بتاعتي كانت محددة يبقى اسمها انوتي. لو ال period مش محددة وهي infinite time period بيبقى اسمها perpetuity. ال perpetuity دي معناه ان الكاش flow بيقدر ان هو بيدفع او بيستلم لمدة لا نهائية. ودي حاجة بتحصل مثلا زي اه الوثائق التأمين للمعاش تمام. زي المعاش. ان المعاش بيتاخد بشكل لحد لما الشخص ده لنهاية العمره. فبالتالي هو بالنسبة له ان ده ما فيهوش اي. بالنسبة له. ساعتها بتبقى ال payment او المبلغ اللي بيدفع divided by الرate على طول. ما بيبقاش زي الانوتي العادية. لو اخدنا example. دلوقتي لو عندي شركة بتدفع 10$ كannual dividend للpreferred stock. وانا عندي الشركة دي is a going concern وانا متوقع انها هتكمل على طول to infinity. فانا بالتالي لو انا عندي ال rate of return متاعي 5% او required rate of return متاعي 5% لو انا عايز احسب. ال value بتاعة ال stock. هعمل ايه? انا دي بالنسبة لي نوع من انواع ال perpetuity. ان انا عندي cash flow. وال cash flow ده هيتكرر هو هو. والمدة. لا نهائية. ب rate ثابت اللي هو 5% كل دي طبعا assumptions example. لو احنا جينا حسبناها هيطلع علينا ان ال perpetuity تساوي 10 divided by 5% تساوي 200$. يبقى 10$ per annual اللي بشكل infinity على cost of rate of return متاعي 5% او يطلع علي ان ال stock ده مفروض يساوي 200$. وبكده نكون خلصنا ال reading الاولانية في ال quantitative analysis. واحنا دايما بنداجع ال reading ده لازم نبقى عارفين ازاي نستخدم ال calculator. ولازم نبقى عارفين ال concepts اللي احنا اخدناها. نبقى عارفين ايه هو نبقى عارفين ال annuity امتى نستخدم ال annuity بشكل نهائي وامتى نستخدمها مثلا ال beginning وال ending اللي هو ال annuity due وال ordinary annuity. ازاي نعرف نحسب ال perpetuity ازاي نحسبها دلوقتي ال present value بتاعتها. وازاي نحول ال present value cash flows ل future value عن طريق ال equation بتاعت time value of money. ساعدت بكم جدا في الحلقة دي. شوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. كان معاكو عمر بدر الدين. شكرا.